اهلا بكم الى مجزي اخباري الان تلاحق قوات سورة الديمقراطية اخر فلول مقاتلي تنظيم داعش فرقة بعد معارك دامت نحو اربعة اشهر وبدأت قوات سورة الديمقراطية والقوات الخاصة الامريكية عمليات تمشيط لكامل المدينة الا ان كثافة الالغام التي خلفها المتشددون تقف عائقا امام انهاء التمشيط بشكل سريع قتل سبعة مسلحين واصيب اخرون من هيئة تحرير الشام بانفجار مجهول في احد المقرات التابعة لهم على اطراف بلدة بلشون في ريف ادلب الجنوبي يأتي ذلك بعد ساعة من اغتيال ابو يحيى التونسي احد المقاتلين في الهيئة برفقة الشرعي ابو سلمان المغربي على الاطراف الغربية لمدينة ادلب صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع على مشروع قرار لمحاسبة داعش على الجرائم التي ارتكبها ويخول مشروع القرار الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس انشاء فريق تحقيق لمساعدة حكومة بغداد على ايجاد ادلة لادانة افراد التنظيم بارتكاب جرائم الترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وقتل جماعي قتل رجل امن مصري واصيب اخر اثرى تفجير عبوة الناس فزرعها مسلحون استهدفت مدرعة امنية جنوب مدينة العريش شمال سيناء وجرى الانفجار الذي اسفر عن تدمير المدرعة خلال عملية تمشيط الامنية لمنطقة بئر لحفا جنوب عاصمة شمال سيناء قالت مصادر امريكية مطلعة ان الرئيس دونالد ترامب يريد وضع مصير الاتفاق النووي مع ايران بيد الكونغرس لاتخاذ قرار بشأنه وقالت المصادر ان ترامب سيبلغ الكونغرس ان ايران لم تلتزن ببنود الاتفاق الموقع بينها وبين مجموعة الدول الست في عام 2015 قالت منظمة متخصصة بمراقبة تسلح ان الصين وكوريا الشمالية والهند وباكستان تقوم على ما يبدو بزيادة حجم ترسانتها النووية في وقت سجل عدد الرؤوس الحربية النووية خفاضا عام 2017 مقارنة بالعام الذي قبله وقال معهد ستوكولم الدولي لابحاث السلام ان تطورات في البرنامج الجنووي الكوري الشمالي ساهمت في اضطراب سياسي دولي وربما تكون لها تأثيرات خطيرة كشفت كوريا الجنوبية عن خطة ارسال مساعدات انسانية بقيمة 8 مليارات دولار الى جارتها الشمالية وجاء هذا القرار بعدما اقرت لامم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على قيام بيونج يانج هذا الشهر باجراء سادس تجاربها النووية في خبرنا الاخير توصل نادي تشيلسي بطال الدوري انجليزي الممتاز بكرة القدم الى اتفاق مبدئي يقضي ببيع مهاجمها الدولي الاسباني دييغو كوستا لأتلاتيكو مدريد وقالت تشيلسي في بان الله ان الصفقة في طور الانتهاء من الاتفاق على بنود الشخصية للتعاقد واجتياز اللاعب للفحص الطبي الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب وانا عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة